هو الجسيمات هذه الجسيمات تكون ذات لون أزرق أو نسجي غامق موجودة في أحد أطراف خلية دم الحمراء وتكون كروية الشكل وغالباً ما تكون واحدة في الخلية الواحدة ويمكن كذلك رؤيتها تحت الصبغة الخاصة مثل المصدر هذه الكروات أو الجسيمات هي جزي آتس حامض النوري أي أن هناك مشكلة ما بحيث لا تتخلص الخلية بعد التحلل النوات في خلية دم الحمراء تبقى الترسبات أو بقايا حامض النوري في لائخ الخلية فلا ستتخلص منها فتبقى فيها فتضحك تحت الصبغات أن بعض الأمراض المسببة لهذه الحالة هي ثلاثيمية ميغاليبلاستيك أنيمية ويميلوديس بلاستيك سندروم والسببينوكتومي هي عملية استقصار الطحال إذا نفتحها بعض البرعميات أو خلال البرعميات تلتهم خلال الدم الحمراء غير طبيعية بابينهايمر باديس أو سيرواتي قانيولز تحت صبغة العادية مثل رايت أو غومانوسكي ستينز أو بيرلز بروشين بلو ستين تظهر خلية دم الحمراء في هذه الحالة وكأنها تحتوي على عقد أو أناقيت من الحبيبات غير متضمنة في الحجم والشكل في أطراف خلية دم الحمراء كما في هذه الصور أن مصدر هذه الأناقيت أو الحريبات هي الحديد تجمعات الحديد ومغادرة تسببها تجمعات في الحديد أو بصورة عامة تجمع حديد هذا هو بسبب زيادة نسبة الحديد في الدم مما يتغسب أو يشتاح نخل العظم ويدخل في تركيب خلية دم الحمراء لكن بكثرة أو بصورة كبيرة جدا فتبقى بقائية منه كثيرة داخل الخلية من الأمراض المسببة في هذه الحالة هي السيبلونكترومي أي استعصال التحال والستيروبلاستيك أنيميا والتي هي فيها نقص في البي سيكس والثالسيمية والهيماكروماعتروسيس هي مرض جيني هناك خلل في امتصاصية الحديد أي ينتصد جسم الحديد بصورة كبيرة جدا وبصورة غير متوازنة فيما يدي إلى تقدس الحديد في الأنسجة وفي الخلايا بكتيريا بعض البكتيريا والفطريات التي تصيب جسم الإنسان وبالأخص البكتيريا والفطريات التي تصيب الدم ومحتوياته أو الخلايا فغالبما تظهر هذه أحيال المتشرية تحت مسحات الدم وغالبما تكون بشكل عناقية أو نقاط صغيرة داخل أو خارج خلايا الدم الحمراء وكذلك داخل الخارج خلية الدم البيضاء أو البلعمية وتعتمد الخلية في تشخيصها على نوع العينة وعلى شكلها وخصائصها وبعض الاختبارات الأخرى التي تؤيد تشخيص البكتيريا والفطر من البكتيريا والفطريات الشائعة التي تصيب المحتويات الدم بالنسبة للفطريات هي اليست هستو بلازم كابسوليتم وكريبتو كروكوس نيوفرمنس وبالنسبة للبكتيريات التي تصيب الدم هي كلوستردام بيرفرينجز باروتونيلا بالسي فورمز وكروكاي وبعض البكتيرية العصوية وغيرها ماليريا الماليريا الماليريا هو اسم المجموعة عن طفائليات تصيب جسم الإنسان عن طيق بعض البعوض ويحقنه في الدم ويصل إلى خلايا دم الحمر لينمو هناك أولا أن ينتقل إلى الكبت ثم إلى خلايا دم الحمر وينمو ولذلك فإن هذا الطفائل يمر بعدة مراحل لذلك يمكن أن يكتشاف أكثر المرحلة في داخل خلايا دم الحمراء وكل المرحلة لها شكل معين هذه المراحل تبدل بالجاميتوسايت والشايزونت والغوفوزايت وغالبا ما يكون شكل مجموعة طفائليات هذه التي تسمى بماليريا على شكل خاتم هذا الخاتم في نقطة حمراء وهي الكروماتين أو المادة النورية فيه ويمكن كذلك وجود عدة طفائليات في داخل خلايا دم الحمراء الواحدة ولكن غالبا ما تكون خلايا دم في الطفائل الواحد في خلايا دم الحمراء الواحدة كما في هذا الشكل هذا الشكل هو تركيب يشبه الموز بنانا شايفت قميتوسايت هذا يمثل أحد مجموعة طفائلات هذه الذي يسمى بالبلازموديوم فالسيباروم يكون بهذا الشكل داخل خلايا الدم الحمراء من الأنواع الأخرى للمالاريا أو شعبة مالاريا الطفائلات التي فيها هي بلازموديوم فالسيبارم بلازموديوم فيفكس بلازموديوم أوفلي بلازموديوم مالاريا كل هذه المجموعة من الطفائلات تنتمي لشعب الاسم واحد هو المالاريا وتصيب الجسم الإنسان وتختلف من شكل آخر بابيزيا هو النوع آخر من الطفائلات التي تصيب الجسم الإنسان بالأخص خلال دم الحمر وتظهر البابيزيا أو هذا الطفائلي أما داخل خلية أو خارج الخلية ويصبغ بواسط صفقة القيمزستين وهي صبغة أكثر شيوعاً في تصبيق البحث عن الطفائليات قد تظهر قد يظهر هذا الطفائلي أو البابيزيا على شكل حلقة أو خاتم وتختلف من شكل إلى آخر ولكن تظهر بهذه الصورة أحياناً تظهر بهذه الصورة الشكل الرباعي هذا ما يسمى بالمالتز كوس أي علامة الأكس أكس مالتز آآ تنقل البابيزيا من بواسط بعض العاثي الذي يسمى زودس سكاربيولارس هذا الطفائلي أو العفو هذا العاثي ينقل هذا الطفائلي إلى جسم الإنسان عن طريق صدفة ويعتبر الإنسان بالـ أي إن الإنسان إذا أصاب البابيزيا فبالنسبة للبابيزيا هذا هو المضيف النهائي الذي لا يمكن الهروب منه وهو يعتبر مصيره النهائي أي في حالة موت الإنسان أو وجود هذا الطفائلي في الإنسان فلا يستطيع مرة أخرى نقل العدوى إلى كأن آخر ريبان السرومونز ريبان السرومونز ريبان السرومونز في أحد الطفائليات الدموية السوطية التي تصيب جسم الإنسان وتدخل في مجرى الدم وتنمو هناك وتكاثر أنها تتشر إلى معظم منحاء جسم مثل الكبد والقلب وغيره ويمكن رأيات هذا الطفائلي خارج الخلية خارج خلال الدم الحمر بواسط صبغة جيمزستين أما بإضافة أو عمل المسحل الدم الثن أو الثك أي النحيفة أو ما نسمعه أو الثك أي السميكة ويمكن كذلك إرتاح بصبغات الإعتيادية مثل رومانوسكي ستينينغ وغيره طائب المستيقوت وهو الطور الأكبر أو الصوتي كما في الصورة هذه يظهر بشكل حرف C أو حرف U أو في مجرى الدم وغيره من ما يكون خارج الخلية أي ليس داخلها ويتقدس مع خلال الدم الحمر روبانوسكو مكروزي هو المسبب المرضي لمرضة Chagas disease أو Chagas disease أو حفل اشتركوا في القناة